السؤال يقول كما ذكر الدكتور وهو أنه أساساً هل الحد الذي أثبته ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ولوازم الحد من الجهة والحيز والمكان والموضع والثيقل والعلوم والقعود والجلوس والنوم على السرير والقيام والامتلاء وأربعة أصابع من الكرسي هذه كلها قرأناها هل أن ذلك من الصفات المختصة بالمخلوقين أو من الصفات المشتركة خلي أوضح الصفات إخواني على ثلاثة أقسام القسم الأول صفات مختصة بالله وهي ماذا وهي الغنى وهو الغني الحميد غني عن العالمين هذه صفة مختصة ولا توجد ماذا القدم هذه صفة مختصة ماذا بالله سبحانه وتعالى الأزلية والأبدية بالذات هذه صفة ماذا مختصة وهناك صفات مشتركة يعني ماذا من قبيل العلم نعم الله يصدق عليه علم نعم ويصدق على المخلوق أنه ماذا علم بغلام عليم نعم التفتو الله يصدق عليه موجود ويصدق على المخلوقات موجود الله يصدق عليه حي لا إله إلا هو الحي الموجودات ولكن التفتوا جيدا بمقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء لا يمكن أن يتصور أن هذه الحياة مثل تلك الحياة هذا محال فإذا هذه حياة إمكانية حادثة ثقيرة وتلك حياة ماذا حياة قديمة أزلية غنية قائمة بالذات واضح صار هذا هذه صفات مشتركة وعندنا صفات مختصة من قبيل ماذا من قبيل صفة الحدوث الله يتصف بالحدوث أو لا يتصف من قبيل صفة الحاجة والعجز الحاجة إلى المكان إلى الزمان إلى الحيز إلى الجهة السؤال المطروح هنا التفتوا لي هل أن الحد من الصفات المشتركة حتى نقول موجودة في الواجب وفي الممكن أو أنها من الصفات المختصة بالممكن التفتوا جيدا ابن تيمية وأصحاب الاتجاه الأول التجسيمي قالوا من الصفات المشتركة يعني كما أن المخلوقات محدودة الله ما أيضا ماذا فإذا جعلوها ماذا كصفة العلم ومن خصائص مدرسة أهل البيت بل جملة بل كأكثر علماء الإسلام يقولون لا أن الحد ما هو من صفات المخلوقين وليست من الصفات المشتركة بين الخالق وبين المخلوق والبعض يسأل يقول سيدنا أنتم تقولون مدرسة أهل البيت أين مدرسة؟ هذه مدرسة أهل البيت ما هو الدليل على ذلك؟ لا أطيل على المشاهد الكريم انظروا إلى هذه الروايات التي أقرأها للمشاهد الرواية الأولى وهي ما ورد في توحيد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق كتاب التوحيد للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة هناك في صفحة 43 هذه هي العبارة موجودة هناك التفتوا جيدا قال قال حد الأشياء كلها عند خلقه إياها فإذا المخلوقات جميعا ما هي؟ محدودة التفت ومن الذي حدها؟ خالقها خالقها إذن هذا الحد يحتاج إلى حد فإذا صار الله محدود أيضا يحتاج إلى محدد آخر يحده فما فرض أنه الخالق يكون ماذا؟ مخلوقا يكون مخلوقا ما أدل واضحة؟ أعيدا الإمام هذه الرواية واردة عن الإمام أمير المؤمنين الرواية عن أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب عجيب عجيب الإمام يذهب إلى حرب صفين مولانا لحرب معاوية ولكنه أول يبعي حسنتم المؤمنين يبدأ بالتوحيد فعلى المشاهد أن يلتفت أصل الأمور كلها هو ماذا؟ محرفة الله وتوحيد الله لا يقول لي قال عندنا أمور أهم لا 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 الرواية هذه عن جده أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرم معاوية فلما حشد الناس قام خطيبا فقال الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرته بها قدرته بان بها من الأشياء بعد ذلك يأتي هذا السؤال كيف بان البينونة حسن البينونة هذه المام ناوي بي قدرته بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه فليست له صفة نال ولا حد يضرب له الأمثال كالدون صفاته تعبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات ملاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب وتاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول حسن أين تصل عليه هذا هو التوحيد من يريد أن يعرف الله فليبدأ من هنا فليبدأ فليبدأ من علي من أقول من علي لا يقول لنا قال انظروا هؤلاء لا يقولوا رسول الله لا باعتبار أنه باب علم علم رسول الله باب علم رسول الله من أراد المدينة فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأتها من بابها فأتوا البيوت من أبوابها فأتوا البيوت فأتوا البيوت من أبوابها وهذا باب مدينة علم رسول الله وإنما هو تعلم من ذي علم ليس بعلم ذي ابنان قال و تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن أين هذا وكلام أولئك الجهل والمكان والرجل والثقل انظر أساسا أين التراب ورب الأرباب كلامهم دون التراب مو تراب كلامهم جهل في جهل كلامهم سفه في سفاه إلا من سفه نفسه ذاك الكلام واقعا كلام السفهاء في معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله في باب علي وأبناء علي لأنهم باب علم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله عدل القرآن قال لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الله الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود هو كما وصف نفسه كيف وصف نفسه؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا وصف جامعة مانعة قاطع قال هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته هذا محل الشاهد كانت مقدمة دكتور محل الشاهد حد الأشياء كلها الله هو الذي ماذا؟ فإياكم أن تحددوا حد الأشياء هو الذي حد كل شيء فإذا الحد من صفات المخلوقين هذه من الخالق حد الأشياء كلها عند خلقه إياها إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها أحسنتم أصلاً بالحد بان عنها أحسنتم هذا جواب هذا جواب الثاني بالقدرة بان وبالحد ماذا؟ أن المخلوقات سؤال كثيراً ما طرحناه في الأبحاث السابقة بمن يتميز عن خلقه ويتميز خلقه عنه يتميزون عنه بأنهم محدودون أحسنتم وهو ماذا؟ ليس بمحدود ويتميز عنهم بأنه لا محدود ومن الواضح أن اللا محدود هل يمكن أن يحل حلولاً في المحدود؟ أبداً أبداً تعالى عن ذلك تعالى عن ذلك علواً كبيراً ما لكم أيها السفهاء كيف تحكمون؟ طبعاً أريد أقول هذا السفه هذا السفه العلمي لا أريد أتكلم ليس الكلام البعد الأخلاق أبداً أبداً أحسنتم إلا من سفه نفسه بنص القرآن الكريم هذا هو التوحيد الإبراهيمي هذا هو التوحيد من أراد أن يعرفه فليبدأ من هنا فأعلم أنه لا إله إلا هو هذا العلم أحسنتم هذه الحكمة قال حد الأشياء كلها فهو الحد لكل محدود فإذا المحدودية من صفات المخلوقين فإذا كل حد يحتاج إلى خالق فإذا كان الله محدوداً فيحتاج إلى خالق فيكون الخالق مخلوقاً فيحتاج إلى خالق ويتسلسل لا إلى نهاية أو إما الدور وإما التسلسل ولا بد أن ننتهي إلى خالق غير محدود قال حد الأشياء كلها عند خلقه إياها لماذا؟ لماذا حدها؟ إبانة لها من شبهه حتى لا تشبهه لأن الله محدود إذا صارت غير محدودة تشبهه صار مثلوش أحسنتم جي صار مثله وهو ليس كمثله أحسنتم شيء بعد وإبانة له اللي هو غير محدود من شبهها من المخلوقات وإلا إذا صار محدوداً فيكون فإما يكون تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق التفتولي جيداً ورواية أصرح منها جميعاً وإن شاء الله الوقت تم يسع والمخرجطين كم دقيقة حتى أكمل البحث نعم بعد وكذلك ما ورد في كتاب الأمال للشيخ المفيد قال في صفحة مائتين وثلاثة وخمسين الرواية عن الإمام الرضا يتكلم في توحيد الله قال أول عبادة الله معرفته وأصل معرفة الله جل اسمه توحيده ونظام توحيده نفي التحديد عنه لماذا التفت أصل كل معرفة توحيدية تبدأ ماذا بنفي التحديد فهنا نحن بدأنا ببحث التوحيد قال نفي التوحيد عنه لشهادة العقول كل عقل سليم سوي ليس عقلاً مشوب قال لشهادة العقول أن كل محدود مخلوق لا إله إلا الله نستجير بالله وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بله خالقاً ليس بمخلوق الممتنع من الحدث هو القديم في الأزل فليس الله فليس الله عبد من نعت ذاته أحسن بل عبد ولا إياه وحد من اكتنه ولا حقيقته أصاب من مثله أيها المسلمون من مثله أصابه أو لم يصيب أبداً أبداً ولا به صدق منه حده لا صدق ليس مصدقاً فلا صدق فلا صدق وإن كان لعله معذور كما هو عموم المسلمين طلبوا الحق فأخطأوا أخطأوا واقعاً هذا هو لا عموم المسلمين خصوصاً أتباعهم نعم ابن تيمية وغيرهم هؤلاء أنا أعرف بأنه عم الأغلب منهم واقعاً يريدون التوحيد الحقيقي ولكن مع الأسف الشديد أن شيوخ علمائهم ما أعطوهم التوحيد الحقيقي جيد ومن تلك النصوص أيضاً هذا النص القيم الواردي في نهج البلاغة في صفحة 259 من نهج البلاغة لمحمد عبده يعني الخطبة بيودي الخطبة رقم 163 قال فالحد التفتوا إلى العبارة فالحد لخلقه مضروب الحد لمن؟ ومفروض فرض للخلق مضروب على خلقه ضرباً تكوينياً وإلى غيره منسوب أما إليه فلا ينسب ماذا؟